مجلس الحرب بتاع النهاردة او اجتماع الحرب بتاع النهاردة وارجو ان في خامة رئيس يأذن لي يعني باستخدام المصطلح ده انه حرب على الجشع حرب على الافترة حرب على غلاء الاسعار حرب على طحنة الغلابة حرب علشان الناس يوصلها العيش بس انا بقى عندي هنا طلب يعني اقولوا لا وزارة التموين اقولوا للمحافظين اقولوا لكل واحد هيشتغل على الملف ده وطبعا جهاز حماية المستهلك دايما يعني ايه هو بقى في تاجر عامل نفسه اور خباز عامل نفسه اور فهيعمل ايه بقى هو هيخاف وهيكش ومش هيرفع سعر الرغيف يعني لو كان مثلا في منطقة ما يباع بجنيه وكان بيطلعوا لجنيه ونص هيرجع تاني هيوقف على جنيه ماشي اللي كان بيبيع بـ 75 نزل على 50 ماشي كويس انا مش عايزه يصغر الرغيف ولا يلعب في ميزانه فدي بقى الحتة الزغنططة اللي عايزين وزارة التموين والمحافظين ومن ينوبوا عنهم وجهاز حماية المستهلك يهتموا لنا بيها اتأكدوا من انه توجيهات الرئيس وتعليماته بتتعمل صح وبالمزبوط الرئيس قالت تسعير الرغيف حلو؟ ودي حاجة مهمة جدا نقوم احنا بقى ايه؟ اه نشغل مخنا واحنا اكيد مخنا شغالة انا متأكد وميت فل احنا عندنا كل الناس زال فل ماشي؟ اتأكد ان ما فيش حد يبلعب في وزن الرغيف ولا يصغره فيبقى عمليا كأنه غلا ولا ايه؟ فتشوف بقى انه يا سلام بقى بالمناسبة انه ما يبقاش مثلا سعر ما يطلق عليه رغيفا سياحيا او ايا كان طالما هو رغيف غير خضع للدعم يعني ما يبقاش السعر اللي في العجوزة غير السعر اللي في الدقي غير السعر اللي في الزمالك غير السعر اللي في فيصل غير السعر اللي في حداء الاهرام غير السعر اللي في نواصة الغيط سعر الرغيف يعني سعر الرغيف يتبع في جاردن سيتي في المعادي في نوى صلغيط في بلدنا هو سعر الرغيف ما يزيدش مليم وما يخسش ربع جرام ده الصح النهاردة الرئيس قال ايه وجه بايه وجه بتسعير رغيف الخبز غير المدعوم ليه الرئيس عمل كده علشان حضرتك علشان التمن ما يعلاش وقال انه مباحث التموين هتتأكد من تنفيذ التسعير الجديدة طيب ده دور هنا مباحث التموين وزارة التموين دورها تتأكد انه محدش العفوزنا نغيف ده حصل خلال الاجتماع النهاردة اللي عملوا فخامة الرئيس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية وجه الرئيس كمان بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب الأمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت مش بس كده وقيام القوات المسلحة المصرية مشكورين بالتنسيق مع وزارة التموين وسندوق تحية مصر بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة مش بس كما أكيد وتوزيع كاراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية ليه؟ عشان الفئات الأكثر احتياجا أهلينا اللي محتاجين ده احنا دخلين على شهر رمضان المعظم خفوا على خلق الله عشان محدش يدع عليكم ويويلك من دعوة الغلبان